موسيقى مشاهدين الكرام اهلا بكم ومجزو الاخبار من اليوم السابع مباشر وزارة المالية تصرح شركات المحمول مسؤولة عما اعلنته حول ضريبة الدمغة الشركة القابضة للكهرباء تؤكد التزامها بقرارات الحكومة ولا زيادة في اسعار الكهرباء الدكتور محمد سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب يستقبل القائم بالاعمال الايراني وسفراء اربع دول المبادرة المصرية تطالب البرلمان بالغاء مرسوم عسكري وجيز التصالح في جرائم المال العام الدكتور محمد سعد الكتتني يؤكد ان الدكتور كمال الجنزوري سيلقي البيان السنوي لحكومته امام نواب يوم الاحد المقبل وزير الخارجية الاردني ناصر جودا يؤكد ان بقاء سفير المملكة في سوريا لا يعني بضرورة رضاءها عما يحدث على الارض هناك مؤكدا ان بلاده ضد العنف ومع حقن الدماء اعمال مصنع ستور لملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية يعلقون اضرابهم عن العمل موسكو تدعم دعوة الصليب الاحمر الى هدنة يومية لساعتين في سوريا وزارة الخارجية تؤكد ان مصر لا تحتاج مساعدة خارجية لكتابة الدستور رسميا وزارة الصحة تدرك تراما دول الى ادوية الجدول الاول للمواد المخدرة رفض استئناف الناشط احمد دوماء لحكم حبس في احداث مجلس الوزراء واخيرا انتظام العمل بمعهد القلب بعد قيام قوات الشرطة بتأمينه مشاهدين الكرام قدمنا لكم مجزو الاخبار من اليوم السابع مباشر مزيدا من الاخبار والتفاصيل وفيكم بها تباعا شكرا لكم والى لقاء متجدد اشتركوا في القناة